طيب دلوقتي احنا عايزين نروح مع حضراتكو للعالمين عشان يشوف ايه الجديد في المهرجان النهاردة معنا زملنا محمود جميل يا محمود صباح الخير صباح الخير عليك يا شازلي صباح الخير عليك يا بسانت بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بنصبح عليكم في يوم جديد وحلو في مدينة العالمين الجديدة الحقيقة الفعاليات اللي لازالت مستمرة ما بتنتهيش بالعكس بتحلو وبتكتر كمان مع نهاية خلاص الاسبوع احنا في الاسبوع الاخير من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وللأسف ان احنا في الاسبوع الاخير طبعا يمكن امبارح من كلام الناس الناس كلها مبسوطة بوجود المهرجان ووجود الفعاليات المختلفة فيه وبتتمنى كمان ان المهرجان يستمر يعني احنا امبارح كنا بنشوف يوم جميل كده في الفعاليات الرياضية وزي ما كنت بتكلم معاك امبارح عن التنوع في الفعاليات الفنية كمان احنا عندنا تنوع في الفعاليات الرياضية وده المميز كمان في مهرجان العالمين فامبارح كنا مع كل عشاء السيارات وسباء السيارات في ختام بطولة الرالي موتور سبورت في مدينة العالمين الجديدة امبارح كان يوم جميل جدا لان ده كان الختام وكان طبعا السباء في المراحل النهائية امبارح كان تحديدا نوع الدريفتنج اللي كان موجود فكل الناس اللي بتحب الدريفتنج او بتحب سباء السيارات عمتا كانت موجودة بتتابع الرالي امبارح وجود عدد كبير من الجمهور اللي جاي مش بس كمان يشجع لكن جاي كمان يستمتع بفكرة السباء اللي موجودة لانه كان فيه حماس كبير امبارح وكان فيه تشجيع وكان فيه حالة حلوة موجودة امبارح في رالي السيارات طبعا السباءات النهائية بدأت على بالليل وبعدها طبعا تم توزيع الجوائز على المتسابقين واللي فازوا طبعا بالمراكز الاول والتاني والتالت لكن احنا مبارح كمان كان يعني لينا لقاءات كده مع المنظمين وطبعا الجمهور وكل عشاء السيارات كانوا مبسوطين بفكرة انه يكون فيه رالي سيارات موجود او رالي موتور سبورت موجود فيه فعاليات مدينة العالمين ومهرجان العالمين الجديدة وانهم جوم بيتعرفوا طبعا على كل السباءات الموجودة على كل السيارات الموجودة بيكتسبوا كمان خبرات جديدة فكل الناس كانت مبسوطة ولما تكلمنا معاهم عن مهرجان العالمين الجديدة ومدينة العالمين الجديدة كانوا فخورين جدا وهم بيتكلموا اصلا ان احنا عندنا المدينة دي في مصر وعندنا مدينة بتضاهي كل مدن العالم السياحية سواء كانت السياحة اصلا الفنية او حتى السياحة الرياضية وانبارح كان فيه كلام مهم جدا من كل المتسابقين ومن كل المنظمين على فكرة وجود السياحة الرياضية واهمية وجودها خاصة في مهرجان العالمين الجديدة وده يمكن اللي حرص تعليق ادارة المهرجان انه يكون فيه تنوع من كل الفعاليات سواء كانت حتى الرياضية او يكون فيه جذب للسياحة الرياضية انبارح كان فيه اصلا يعني من جنسيات مختلفة سواء كانت عربية او دولية فكانوا موجودين وبيستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجودة جولتهم على الممشى السياحي استمتعهم بالشواطئ والطبعا البحر الابيض المتوسط اللي موجود هنا فالحياة كان فيه امبارح اقبال كبير جدا من الجماهير على كل الفعاليات المختلفة ده بالاضافة طبعا الى الفعاليات الفنية اللي بتستمر يوميا من خلال زي ما قلت لك امبارح كمان الفرق التراصية الفنون الشعبية التنورة كل الفرق دي اللي بتكون موجودة على الممشى السياحي وبتقدم كل الفقرات الفنية الحلوة لكل الناس وكل الناس بتتفاعل مع هذه الفعاليات وهذه الفقرات على الممشى السياحي فالحقيقة فيه زي ما قلنا امبارح كمان توليف حلوة من الفعاليات احنا كده يعتبر خلاص انتهى الاسبوع اللي قبل الاخير من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ومن النهاردة بقى هنبتدي نستعد الاسبوع ضخم اسبوع كبير من الفعاليات والاسبوع الاخير للأسف من مهرجان العالمين الجديدة هيكون عندنا الاسبوع ده فعاليات مهمة منها التجديف عندنا كرة الطائرة الشاطئية عندنا مهرجان القاهرة للدراما عندنا حفلة شرموفرز وعندنا حفلة كايروكي هيكون عندنا الاسبوع ده برنامج كبير جدا اللي فات حلو واللي جاي احلى وكل الناس لسه هتستمتع باخر اسبوع معانا من مهرجان العالمين الجديدة وهنكون معاكم في كل الفعاليات الجديدة اللي جاية دي كانت الصورة النهاردة ومبارح طبعا من مدينة العالمين الجديدة برجع لكم في الاستوديو مرة تانية بسانت واشازلي نشكرك يا محمود كل الشكر لك وزي ما انت قلت هيبقى أسبوع دسم مليء بالأحداث ويمكن مهرجان القاهرة للدراما من أكتر أو من أبرز الأحداث اللي هتحصل في الفترة اللي جاية لكل حال بنتمنى لك التوفيق في اللي جاية محمود